هذه أبرز العناوين تحرك جديد لحسم ملف إبراهيم دياز عجل بلا الخنوص سوف ينتقل إلى نادي عالمي زوجة حكيمة طالب بعشرة مليون يورو لتسوية قضية الطلاق والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تحرك جديد لحسم ملف إبراهيم دياز كشفت مصادر جيد مطلعة وفق جريدة الأحداث المغربية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدمة كلفت اللاعب الدولي السابق الحسين خرج بالتواصل مع إبراهيم دياز لعب ميلانا الإيطالية من أجل إقناعه بالإصراع في حسم قراره بخصوص اللاعب للمنتخب الوطن المغربية وإنهاء حالة التردد بين الأصود ومنتخب لاروخة الأسبانية ووضح المصدر الدات أن خرج باشر على الفور تصالاته مع اللاعب الحامل الجنسيتين المغربية والإسبانية بغية تقريبه من الأجواء السائدة داخل المنتخب الوطنية والريهانات المقبلة لهذا الأخير وفي مقدمتها المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقي الكوديفور المبرمجة في شهر يناير المقبل وسبق لرقراجي أن تحدثان وضيات اللاعب إبراهيم ديازا المحترف بميلانا الإيطالية والذي تسعى الجامعة لتغيير جنسيتها الرياضية ليحمل قميص الأصود وقال الرقراجي مشيت الميلانا اطلقيت ديازا وتكلمت معها هو عنده جنسية مزدوجة ويقدير لعب للمغرب والإسبانية وأنا لن أتفاوض معه أو مع غيره لبغيج المنتخب مرحبا واللي ما بغاش مرحبا واعترف الناخب الوطني وليد رقراجي بأن اللاعبين مزدوجة جنسية يواجهون صعوبة كبيرة في اختيار المنتخب الذي سيدفع عن قميصه كما يحصل حاليا مع إبراهيم ديازا الحامل الجنسيتين المغرب والإسبانية والذي ما زال حائرا بين الأصود والمتدر عجل بيل الخنوص سوف ينتقل إلى نادي عالمي ذكر موقع فوتبول كرانك البلجيكي أن بيل الخنوص يقترب من الالتحاق بأحد عمالقة الأندية الأوروبية التي تسعى لضم أفضل موهبة كروية في بلجيكا لسنة 2022 وضف الموقع أن الخنوص بات مطلب للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد تألقه اللافت مما يعني أن نرحله عن صفوف نادي جنك البلجيكي يبدو قريبا جدا ويمكن أن يحسم خلال المركات الصيف القادم بيل الخنوص البالغ من العمر 18 سنة يرتبط بعقد مع نادي إلى غاية 2026 ويعد أحد أبرز المواهب الكروية المغربية الصعيدة ويعد نادي مونشستر سيتي الإنجليزي بمدربه بيب غوارديولا من أبرز المهتمين بخدمة الدولة المغربية بيل الخنوص يشار إلى أن الخنوص صاحب 18 سنة والذي يعد أحد اكتشافات الناخب الوطني وليدر جراغي خلال مونديا القطر 2022 كشف في وقت سابق أنه مؤجب بفريق ريال مادريد الإسباني ويتمنى اللاعب للفريق الملكي زوجة حكيمي تطالب بعشرة ملايين يورو لتسوية قضية الطلاق طالبته باعبوك عارضة الأزياء صاحبة الأصول التونسية وطليقة الدولية المغرب أشرف حكيمي بالحصول على تعويض مالي لا يقل عن عشرة ملايين يورو من أجل تسوية قضية الطلاق بعد أن رفعت قضية ضد اللاعب تتهمه فيها بسوء إدارة أصول الزوجية وفق ما أبرز تتقرر إعلامي إسبانيا وقالت صحفة آسل إسبانيا نقلا عن مصادر إعلامية أخرى أن عبوك لم تستسلم في عملية طلاقها مع حكيمي حيث تنقلت داتو 36 عاما إلى مركز شرطة فانديل مارين مؤخرا لتخبر الجهات الأمنية بأن الدولة المغرب أسأم عملتها بعد تعرضها للخيانة في منزل الزوجية في ضواحي باريس بينما كانتها مع طفليهما في دبي وحسب ذات التقرر فإن عبوك كانت تنوي أخذ نصف أصول والتروة الخاصة بالدولة المغربية لكنها تلقت صدمة بشأن تروته في الظاهر الأيمن لنادي باريسان جرمان والذي يتقاد ما يزيد قليلا عن مليون يورو شهريا في النادي الفرنسي لا يملك أي شيء مسجل باسمها واتضح أن حكيمي سجل كل أمواله وأصوله باسم والدته منذ فترة طويلة على الرغم من زواجه بموجب ملكية مشتركة وكدت صحيفة أص أن عرضة الإزياء الآن تطالب بعشرة مليون يورو لكن محام اللاعب عرض مليون يورو فقط لإبرام اتفاق ودية ووضحت الصعيفة الإسباني أن عبوك لن تقف مكتوفة الأيدي حيث يفكر كلاءه المحامون بباريس في رفع دعوى قضائيا ضد لاعب الكرة القدم المغرب بتهمة الاحتيال وسوء إدارة الممتلكات من جانبها قالت والدة حكيمي إنها لا تعرف منورة اللاعب لكنها تدعمه وقالت لم يبلغني ابني بنقل تروتها إذا كان قد اتخذ أي إجراء لحماية نفسها لكن ليست لدي أي معرفة واختسمت لكن ما المشكل إذا كان الأمر صحيحا إذا لم يفعل ابني ذلك فلن يتمكن من التخلص من تلك المرأة الجامعة الملكية تنافس تونس على موهبة جديدة الشغل النسي مع الزوزي لعب أندرداخت البلجيك الصراع بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد التونسي لكرة القدم من أجل استفادة من خدماته في أحد المنتخبات الصغرى وينحضر عزاوزي البلغ من العمر 17 سنة من أبين تونسي وأمين مغربيات ويتوفر على ثلاث جنسيات وهي المغربية والتونسية والبلجيكية علما أنه شارك في العديد من المباريات رفقة منتخب الشيطان الحمر لأقل من 17 سنة ورغم أن عزاوزي اختار تمثيل المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة بالمعمورة حيث يستعد أشبال المدرب سعيد شيبا لنهائية كأس أمم إفريقية التي تحتضنها الجزائر في الفترة الممتدمة بين 29 والعشرين من أبريل الجاري إلى غاية 19 من ميال المقبل إلا أن الاتحاد التونسي يواصل ضغطه على اللاعب من أجل تغيير وجهتها وكشف مصدر جامعي أن الاتحاد التونسي يلعب ورقة المشاركة في نهائية كأس العالم لفئة 17 سنة من أجل إقناع اللاعب عزاوزي بالتراجع عن حمل قميس المنتخب المغربية في الاستحقاقات المقبلة كما يحاول الضغط على والده التونسي بغردتين ابنه عن اختيار المغرب بدل تونس ويعد عزاوزي أحد أبرز المواهب الصاعدة في بلجيكا حيث لعب لأندرلغت البلجيكي لأقل من 18 سنة كما لعب لجميع الفئة الصغرى لمنتخب بلجيكا قبل أن يختار الاندمام إلى المنتخب الوطني المغربي بتوصية من والدته المغربية مبلغ مالي ضخم للعب الرجاء من أجل الإطاحة بالأهل المصري خصص المكتب المسير لندرجة رياضي لكرة القدم مكافآت مالية ضخمة للعبين لتحفيزهم على التحقيق ناتجة إيجابية أمام الأهل المصري وتجاوز هزيمة الذهاب بهدفين نظيفين وذلك عندما يلتقي الطرفان السبت المقبل بالمركب رياضي محمد الخامس بالداري البيضاء لحساب إياب ربع نهائي دورابط الأفريقية وكشف مصدر رجع مسؤول أن المكتب المسير للفريق الأخضر برئاسة عزيز البدراوي خص مكافآت مالية مهمة للاعبه مقابل الإطاحة بالأهل المصري في موقعات الإياب وضمن التأهل إلى نصف النهائي دور أبطال إفريقيا واضح المصدر نفسه أن المكافآت التي خصها رئيس الرجع للاعبيها تصل إلى 80 ألف درهم في حال تجاوز عقبة الأهل وكان عبد الإله الإبراهيمي المنخرط بندي رجع قد أكد أن مؤسسة المنخرطة خاصصت بدورها مكافآت مالية بقيمة 100 مليون سنتيم للاعبين مقابل التأهل إلى نصف نهائي دور أبطال إفريقيا على حساب الأهل المصري ويستقبل رجع رياضي ضيفه الأهل الصبت المقبل بالمراكب رياضي محمد الخامس بالداري البيضاء علما أن مواجهة الدهب انتهت لصائح الأهل بهدف ندون مقابلة بملعب القاهرة الدولية